شايف ده ممكن يكون الموضوع ده مع زيادة عملية الكرهية هذه هي نتيجة الخطابات الأحادية التي تنتهجها الحكومة النمساوية وحزب الشعب واليمين المتشدد هذه نتيجة عدم استيعاب المجتمع لأفراد المجتمع الآخرين هذه هي النتيجة يخرج علينا أشخاص وهما سكرانين وضايخين أخرج الأجانب ميغري تراوس والمعرف أزيد راوس وشو كانوا عم يحكوا بصراحة فشيء معيب بصراحة فبالتالي سازم دوح هذه نتيجة المناخ السياسي نتيجة التضخم والغلاء الذي لم يوجد له حل حتى الآن نتيجة العديد من المشاكل العالقة في المجتمع التمثيل السياسي اليوم اليوم حتى الأحزاب اليمين لا تمثل اليمين الذي أصبح متشدد جدا ولا اليسار ولا العديد من عناصر المجتمع وهي فعليا غير منتمية إلى أي توجه سياسي أيضا تم استيعابها من خلال الأحزاب السياسي فبالتالي سازم دوح اليوم يوجد فراغ كبير يوجد فراغ كبير في العديد من مرافق المجتمع وهذا يحتاج إلى إعادة النظر في الخطاب السياسي الكامل في النمسا بصراحة ما فيش مجال من مجالات الأعمال إلا هو بيتطلب زيادة في العمال أو عملية استقطاب عمال من الخارج نعم اشتركوا في القناة